الحزب الاشتراكي في إسبانيا يعارض الدخول في تحالف يرأسه مريانو راخوي الذي فاز حزبه المحافظ بأغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي جارت الشهر الماضي الأمر الذي يزيد من احتمال استمرار الجمود السياسية في إسبانيا حتى نهاية العام رئيس الحزب الاشتراكي يقول لا يمكن أن يكون البديل هو الحزب الشعبي لن يأتي الحل عن طريق الحزب الشعبي الأمر واضح وبسيط يجب البحث عن حلفاء آخرين نلتزم معهم ليكونوا ممثلين عن الشعب الإسباني وذلك لإجراء تغييرا حقيقيا في السياسات إسبانيا تحتاج لديمقراطية حقيقية ومعارضة برلمانية جيدة ويحتاج الحزب الشعبي الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي مريانو راخوي إلى دعم الحزب الاشتراكي الذي حل بالمرتبة الثانية في الانتخابات الماضية ودعم الأحزاب الأخرى الصغيرة حتى يتمكن من إنشاء تحالف حكومية وفي حال قرر الحزب الاشتراكي لامتناع عن التصويت في البرلمان سيتم السمح للحكومة بالحصول على الثقة وتجنيب البلاد جولة ثالثة من الانتخابات